السلام عليكم ورحمة الله اليوم الأحد 19.05.2024 انتهت امتحانات النهائية للصفوف الغير المنتهية الدور الأول طبعا اليوم كان آخر يوم امتحانهم وخلصة امتحانات الصفوف الغير المنتهية اللي هم المتوسطة الأول والثاني المتوسط والرابع دادي والخامس الاعدادي هايني انتهت امتحاناتهم الدور الأول وان شاء الله النجاح والموفقية لكل طلابنا وان شاء الله عطلة سعيدة للجميع خلينا نحكي على الدرجات المساعدة والقرار الدرجات المساعدة قرار عندهم خمس درجات على المعدل يعني مو مثل الثالث متوسط والسادس ابتدائي قرار خمس درجات قرار لكل مادة لا ما ماتي درجات هي خمسة خمسة فقط تتوزع عليمن على المجموع يعني مثلا اذا عدك درس واحد بل درس واحد عدك خمسة واربعين سوكيها خمسين اذا درجتي اذا يعني درسيا مثلا عندك سبعة واربعين مثلا عندك بثمانية واربعين يسوي لكيها يوزع الخمس درجات على ذن الدرسيا غير هلا بس خمس درجات ها عيني وهي هاي وان شاء الله يساعدوكم المدرسين وبالنسبة لموعد النتائج هاي تبقى يم المدارس مالتكم يعني تعليقات جاي عن لقولي شوكت احنا النتائج مالتنا هسا داي راسلوني عن خاص يقولوا ليست شوكت احنا النتائج نتائجكم ماماتي حسب المدارس مو مثلا يقولون نتائج مثلا وزارية يعني على وزارة التربية هاي الصفوف المنتهية لا انتو الصفوف الغير المنتهية تبقى يم مدارسكم تواصلوا اياها اخذوا تليمالتهم اخذوا الفيس لازم تروحون تراجعون لازم يقول لكم اليوم اخر يوم امتحانكم قالوا لكم شوكت النتائج فنتائجكم مو يمنا يم مدارس مانتكم وتواصلوا اياها ويا رب التوفيق يا الهي